موسيقى السلام عليكم أهلا بكم أحبة الصغار في حلقة جديدة وقصة مفيدة من حكايات تيتا ستوري تايم وث تيتا القصة اليوم بعنوان أروى الصغيرة وحبات الفول والقصة هي من سلسلة جديدة وهذه السلسلة تدعى أروى الصغيرة وهي من تأليف الكاتبة الصاعدة مونة كمال هاشم هل أنتم مستعدون؟ هيا إلى القصة أروى تتعلم العد أحضرت ماما طبقاً فيه حبات من الفول هل هذا وقت الطعام؟ سألت أروى قالت ماما هذه الحبات ليست جاهزة للأكل إنها نيئة أخذت أروى حبة فول ووضعتها في فمها إنها يابسة حقاً لكن ماذا نفعل بها؟ قالت ماما اليوم نتعلم الجمع والطرح وضعت ماما خمس حبات فول على الطاولة ثم أخذت منهم واحدة وقالت لأروى كم حبة تبقت؟ قالت أروى تبقت أربع حبات ثم أخذت ماما حبتين أروى تعض ماما بقيت حبتان ممتاز أخذت ماما الحبتان الباقيتان وقالت لأروى كم تبقى؟ ردت أروى تبقى لا شيء نظرت ماما إلى أروى مبتسمة هذا اللاشيء نسميه صفراً والآن بعد أن تعلمت العد هل تريدين مشاهدة حبات الفول وهي تنمو؟ أخذت ماما حبات الفول ووضعتها في طبق به قطعة قطن وبللتها بالماء بعد بضعة أيام نادت أروى ماما ماما تعالي بسرعة لقد ظهرت قرون بيضاء لحبات الفول ضحكت ماما قائلة إن حبات الفول تنمو يا أروى خلق الله داخلها غذاء يساعدها على أن تنمو فإذا وضعناها في الماء أصبحت القشرة رقيقة وظهرت هذه القرون البيضاء وبعد يومين ستكبر أكثر ثم ننقلها إلى مكان مشمس كي يساعدها ضوء الشمس على النمو وتظهر السيقان والأوراق الخضراء ثم ننقلها إلى التربة فتكبر كل حبة وتصير نبتة لكن ماما كيف سنأكلها إذا تحولت كل الحبات إلى نبتات؟ تساءلت أروى مندهشة قالت ماما سنأخذ بعض هذه الحبات ذو القرون ونتركها تنضج في وعاء على الموقد ونضيف إليها الثوم والبصل والملح والفلفل وبعد ساعة تصبح غذاء لذيذا شهيا ما رأيك؟ هل نجرب؟ أشارت أروى برأسها؟ نعم بعد صلاة المغرب كانت أروى تجلس وأمامها طبق من شوربة الفول النابت اللذيذة بعد الطعام غسلت أروى وجهها ويديها ونظفت أسنانها وذهبت إلى سريرها والآن سأخلت إلى النوم يا ماما قالت ماما أتمنى لك أحلاما سعيدا قالت أروى وهي تسحب الغطاء تعرفين يا ماما؟ سأحلم أنني في وسط مزرعة كبيرة أجمع الفول كي نصنع منه طبقا كبيرا جدا وأدعو كل أصدقاء وجيراني ليتذوقوا طعم الشوربة الطيبة ضحكت ماما وقالت لا تنسي أن تأخذي معك وعاءا كبيرا لتضعي فيه المحصول كي لا يسقط منه شيء على الأرض ضحكت أروى نعم سأفعل يا ماما وسيكون حلما رائعا هل أعجبتكم هذه القصة أحبتي؟ لقد تعلمت أروى الصغيرة أن حبات الفول تحتاج إلى عوامل طبيعية مهمة للنمو هل تعرفون هذه العوامل؟ نعم النباتات تحتاج إلى ضوء الشمس، الماء، الهواء، والتربة الجيدة للنمو هل تعرفون ما هي فوائد الفول؟ إن له عدة فوائد الفول من النباتات الحولية من فئة البقوليات وهذه الفئة غنية كثيرا بالبروتينات وهي بديل ممتاز عن البروتينات الحيوانية يحتوي الفول أيضا على الأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور وأيضا حمض الفوليك المهم لنمو وتطور خلايا الدماغ وقبل أن أنهي هذه الحلقة أحب أن أذكركم أحبات الصغار أن تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا أتمنى أن أسمع منكم ملاحظاتكم عن هذه القصة وقصص أخرى سمعتموها من قبل فأرسلوا لي على البريد الإلكتروني وإلى أن نلتقي أحبات الصغار في حلقة جديدة وقصة مفيدة أنا تيتا أمل أقول لكم في رعاية الله اشتركوا في القناة